مصار الأعصاب بقى يعني ايه أنا قلت الأعصاب بيحصل منها الإحساس والحركة فيه مصارات للأعصاب للإشارات الكهربائية أو إشارات العصابية بتحصل فيه ريسبتورز يعني فيه مستقبلات بتكون موجودة فيه مثلا في الجلد عشان الواحد يقدر يحس فيه الأنفل مثلا عشان يقدر يشم فيه الأزن عشان يقدر يسمع فيه الغين عشان يقدر يبصر فديه مستقبلات دي الريسبتورز زولا بياخدوا الإشارات من الأماكن دي عشان يحولوها إلى المخ العكس بقى صحيح لما الواحد دي يجي عايز يتحرك يحصل إن الإشارات تحصل تيجي من المخ للعضلات فيه حاجة اسمها أفرنت يعني فيه مصار ياخد من الجلد أو من من مكان اللي فيه إحساس يتحول إلى الإشارة تطلع تروح للمخ وفيه إشارة أخرى تيجي من المخ للعضلات فيه بقى كمان الحاجة اسمها اوتونوميك اوتونوميك ده بقى اللي هو بيبقى مصارين مع بعض يعني فيه عصب بيكون فيه الإحساس والعضل مع بعض وده بيبقى يعني العصب إما أنها تكون ضفيرة مشها هو طبعا المخ كله بينزل كل العصاب نزلة مع بعضها ويبدأ سبحان الله أنها بتتأسم في الأطراف إلى عصب مثلا إحساس عصب للعضلة دي عصب للعضلة دي لكن وهي ناشة مع بعضها بتنزل في تريكس في مصارات معينة وتتحول إلى ألياف بالضبط عاملة زي شبكة الكهرباء شبكة الكهرباء بيبقى فيه مصنع وبعد كده فيه كابل كبير كابل رئيسي وبعدين فيه سلوك صغيرة فتتفرع منها هنا بقى بتبقى فيه مسارات للعصب مسارات الأعصب دي إحنا كأطباء بندرسها بعناية فائقة ليه لأن إذا المسارات دي حصل فيها إعتلال هتؤدي إلى مثلا ضغط على العصب أو تؤدي إلى مشكلة في العصب لدرجة أن مثلا لو فيه أعصب بتعدي فيه تكويف في العظم فإذا حصل فيه كسر في العظمة في مكان معين في العظمة زي مثلا عظمة ساعد بيعدي فيها أعصب من سمير ريجيال نيرف لما بيكسر بنتوقع أكتر أنه هيحصل فيه في العصب ده ممكن إصابة طيب إيه كمان ممكن يؤدي إلى إعتلال الأعصاب مثلا زي مرض السكر مرض السكر مريض السكر لما بيعود عنده السكر مرتفع لفترة طويلة بيطلف الأواعي الدموية اللي داخلها تغزي العصب فبالتالي بيؤدي إلى إعتلال في العصب فيبدأ مريض السكر يحس بتنميل ودائما مريض السكر اللي بيحس بالشكوى دي بيجيله في الأطراف أكتر يعني في الإيدين في الرجلين وبتبدأ نقول حتى عاملة زي الشراب يعني بتاخد وضع معين لأن اللي بيقعد عنده السكر فترة طويلة مرتفع بيطلف الأواعي الدموية اللي داخل للأعصاب فبالتالي المشكلة اللي جات هنا في العصب ده جات في الأواعية الدموية فأتلفت العصب والمشكلة اللي جات في الكسر جات سواء ضغطت على العصب أو قدت إلى أن العصب ده حصل فيه أضحي طب إيه هي بقى إصابات أو اعتلال الأعصاب نتيجة كسور نتيجة الكسور أو نتيجة الإصابات المباشرة للعصب العصب تم تأسيمه منتصف في الكارن الماضي في سنة 1943 عن طريق عالم مرامي اسمه سيدم هذا العالم أسيمه إلى ثلاث تأسيمات إن العصب ممكن يصاب يبقى شكله سليم ونبص عليه ونعمله فحصاتنا نلاقيه سليم ولكن حصل فيه اختلال في الكوندكشن يعني في التوصيل يعني العصب بش موصل الإشارات الكهربائية اللي بتعديه فبالتالي ده بيحصل فيه ده بيكون بنسميه اختلال مؤقت الاختلال المؤقت ده بيأخذ وقت بسيط ويرجع تاني العصب بيتعافي وده بيحدث في إيه نتيجة خبطة قوية على العصب ضغطة قوية على العصب نتيجة إصابة في العصب فممكن يحصل فيه يبقى العصب نلاقيه نبص عليه نلاقي الألياف بتاعته سليمة الإطار الخارجي بتاعه سليم فيه نوع آخر بيكون الإطار الخارجي بتاعه بيكون سليم ولكن من جوه الألياف اللي جوه متقطعه بيضا حصل فيها اختلال فده النوع الثاني وده بيأخذ وقت كتير على ما العصب لأن العصب عشان يعيد نفسه وتجديد نفسه بيأخذ وقت بطيء يعني في تجديده يعني مش حاجة سريعة مش بين يوم وليلة بيتجدد مش زي ما حد مثلا حصل له أصابة في جلده بيأخذ أسبوعين ويرجع لا ممكن يأخذ شهور متعددة عشان يرجع العصب لطبيعته